اللاعب خشن شوية مع وليد سليماني عن نور السيد واخد تعليمات ان هو يبقى خشن شوية على وليد ولا دي طبيعة لاعب لا مش تعليمات جهاز لا نتكلم 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 ايه طيب انا اه قوي اه لا مش طبيعة نور لان نور من اللعيبة اللي هو بلعب راجل وكل حال بس كان انا اسف مؤذي في المبرادية هو كان يعني رجوله بس بالزيادة شوي اه خشن لان كابتن حلمي متأكد من حاجة اللي هيعمل في فرق الهجوم اللاعبت النادر اهل وفريد النادر اهل هو وليد اه وده زكاة من كابتن حلم على فكرة مش عايب انك تعرف النقاط اللي قوة تخوف اللعيب اللي قدامه ونقاط الخوة فريق التاني وتقدر تلعب عليها هو متأكد ان اللي هيعمل في فرق النادر اهل وليد فضحى بالايه باللعيب اللي هو بلاعب فريده كلها اللي بلاعفر الاتحاد هو نور نور هو اللي بلاعفر الاتحاد فضحى بالنور هو مش عايز يصنع اللعب مع الاهل هو عايز يحد من خطورة نادي الاهل فخلى نور مع وليد اتنين نكون جسم واحد وصارين مع بعض لكن لازم نتكلم النور كان اكثر خشونة مع وليد مش لعب نور لأ اكثر خشونة وغلت علامات يدوس شوية يعني يعني من غير ازاء لكن هو اكثر اه لأ لما قصوش الازاء احنا قولنا يبقى كانت فيك شوية زايدة شوية هو ربما يتنرفز وليد يضرب كورة هو وضح انك فيه تعلمات خاصة بين كبتن حلم ونور لو دست على وليد لعبت عليه من شوية شديد شوية خشن شوية ممكن يضربك بكور يغبطك ممكن الامور تفيت الحكم يعني لكن هو فكر في كده كان ممكن يفكر فيها حد تاني على الفكرة غير نور ما يضحيش بالبليميكر بتاعه لكن هو وضحها بنور نفسه عشان يلعب مواليد ومعه في كل الملحب مباراة الاتحاد ترجمة نانسي قنقر